هذا وقد أكد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجماعة الدول العربية أكد رفض مخطة تهجير الفلسطينيين وقال إن معالجة الكارثة الإنسانية التي تتسبب فيها العضوان الإسرائيلي لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقا سياسيا جاء ذلك خلال تسلم أبو الغيت رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلمها منذوب دولة فلسطين لدى الجامعة مهند العقلوك تضمنت الرسالة رفضا فلسطينيا قاطعا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من مبادئ لما يسمى باليوم التالي للحرب وتحذيرا من خطورة ما جاء في هذه المبادئ لسيما لهجة إنكار وجود الشعب الفلسطيني والإسرار على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأراضي الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن كما حذرت الرسالة من أن هدف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين وإنما تكثيف حملات تطهير العرقي وتهدير الفلسطينيين وأن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والدفة الغربية والقدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر